مرحبا لله عاش فيهم احسن لنا أولهم العاقب ووفقنا ويام بكل خير اليوم حديثنا عن أحد القادة العظام اللي دخلوا التاريخ والذي أنهى دولة الفرس وقضى عليها إلى الأبد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فارس نطحتون أو نطحتان نطح لولا معركة القادسية والنطحة الثانية هي معركة نهون فمن هذا القاعد العظيم هو النعمان بن مقرن ابن عمر بن مقرن ابن عائب ابن عثمان من قبيلة مزينه رضي الله عنه قال عنه الإمام الذهبي أبو عمر المزني الأمير أول مشاهده التي شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم هي معركة الأحزاب رضي الله عنه وشهد بيعة الرضوان ونزل الكوفة وبعثه على المسلمين عمر بن الخطاب في معركة نهون فكان أول شهيد هذا اختصار سيرته باختصار لكن من فضائله الجميلة اللي قال عنه رسول عسلم أنه كان قائد لواء قبيلة مزينه يوم الفتح كان معه اللواء لمزينه في فتح مكة هو دخل ومعه لواء عمر بن الخطاب أخذ به في يوم من الأيام ومسكه قال إني قال عمر الخطاب إني مستعملك فقال النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال أما جابيا فلا يعني جباية الزكاة قال وأما غازيا فنعم يعني هم يحبون الجهاد الصحابة رضي الله عنهم ويقال كأنه يقول يعني الجباة كثير تجد لكن الغزاة أنا نفسي في الجهاد فقال عمر بن الخطاب هذه القصة في مستدرك الحاكم فقال شوف الكلمة لما عينه عمر بن الخطاب على قيادة الجيوش في نهاوند قال اللهم ارزق النعمان شوف هو يدعي يا أخوان قال اللهم ارزق النعمان الشهادة وانصر المسلمين واجعل فتحهم عليه يعني هو يدعي به الأمر هذا رضي الله عنه فكان أول صريع في المعركة طبعا جيش نهاوند المسلمين جلسوا فترة يقاتلون وما يدخلون في نهاوند وقصة معركة نهاوند قصة طويلة لكن أنا أعطيكم يعني المامة بسيطة فيها نهاوند كان يدخل فيها الفرس وكان عدد جيشهم مئة وخمسين ألف والمسلمين ستة وثلاثين ألف وهذه المعركة قيل أنها حدثت في سنة واحد وعشرين وقيل أنها في سنة ثمنتعش للهجرة بعد معركة قادسية بأربع سنوات صار يزدجر يجمع الجيوش ويجمع الجيوش حتى اكتملت له أكثر من مئة وخمسين ألف والمسلمين ستة وثلاثين ألف لكنهم كان لهم فطنة يعرفون شجاعة المسلمين فكانوا يدخلون في مدينة نهواند ويغلقون عليهم وإذا أتى في الوقت يهجم جزء منهم ويرجعون حتى أتى أحد الصحابة فأشار قال ندخل عليهم فيرجعون ثم ننسحب ثم يأتوننا ثم ننسحب فيأتوننا حتى يخرج الجيش كله ثم نهجم عليهم فعملوا ب قصة طليحة الأسد هذه رضي الله عنه فكرة أبو فنجح المسلمين في هذه المعركة وانتصر يقول عنه أحد الصحابة يقول رأيته مضرجا بالدماء وأتيت إليه وهو ضامئ وأتيت بالماء وضعته عليه فكان وجهه ملآن بالتراب والدم فوضعته فقام النعمان وفيه رمق قال أخبرني قال فتح الله على المسلمين ففرح فرح شديد ثم قبل أن يستشهد قال اكتبوا إلى عمر بن الخطاب بالفتح وأخبروه باستشهادة فقام عمر بن الخطاب لما وصله الخبر وقام على المنبر وأخبر المسلمين بالفتح ثم بكى رضي الله عنه عمر بن الخطاب ونع النعمان بن مقرن في هذه المعركة رضي الله عنه من فضائله فضيلة واحدة اختم بهذا الحديث وهي قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن للإيمان بيوتا وإن للنفاق بيوتا وأن بيوت آل مقرن من بيوت الإيمان فرضي الله عن أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي أنه أنهى هذا المرض الخبيث في الفرس وقضى عليهم فرضي الله عنه ورضي الله عن أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يباركك جزاك الله خير جميع جزاك الله خير عندنا إعلان جميل أعلننا فيه من قبل أربع أيام بقى يوم واحد بقى 24 ساعة بس وينتهي وشو الإعلان هذا هو قدامكم يقول وقية عود مروكي سوبر ودهن عود ووقية عود فتنامي تايقر وأوقية رقائق ومعطر مجلس